نشرة الظهيرة أهلا بكم هذه أبرز العنوين بفضل وساطة مباشرة من المغرب بقيادة جلالة الملكة المنفذ الوحيد لفلسطينيين الضفة الغربية إلى العالم سيفتح بشكل دائم وساطة مغربية أمريكية لدى إسرائيل ستساهم في تسهيل الحياة اليومية للفلسطينيين الجهود متواصلة لتطويق الحرائق المشتعلة بغباتي العرائش ووزان وتطوان وتازا في تحقيق السبت نفتح هذا الأسبوع ملف إشكالية المختلين عقليا بالشارع العام المغرب بأول تيليفيريك موقعه أجادير وسيلة نقل سياحية أطلقت اليوم أهلا بكم يقع على بعد خمسين كيلومترا من العاصمة الأردنية عمان وهو المنفذ الوحيد للفلسطينيين الضفة الغربية المحتلة إلى العالم المعبر الحدودي الملك حسين سيصبح مفتوحا بشكل دائم وبدون انقطاع بفطل وساطة مباشرة للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس وساطة تعكس الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية ولأوضاع الفلسطينيين استجابة إسرائيل للوساطة المغربية الأمريكية من شأنها أن تنعكس إجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين من حيث تنقل الأشخاص والسلع حسن بن ربح هو المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم معبر ألمبي الذي يربط الدفة الغربية بمملكة الأردن سيفتتح في غدون الأسابيع المقبلة قرار السلطات الإسرائيلية فتح المركز الحدودي جاء بوساطة قامت بها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وهو دليل آخر على الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية منذ فترة طويلة كنا نعمل على فتح معبر ألمبي لأنه جد مهم للروابط بين السلطة الفلسطينية والأردن هذا شيء ينبغي التذكير به أنا أؤمن بقوة السلام وبالتعاون الذي يمكن أن نحققه في المنطقة لقد ركزنا لزمن طويل على التهديدات المشتركة وقد آن الأوان الآن لنعترف بفرصنا المشتركة وأن نغتنمها ونعمل على أساسها لنجعل منطقتنا أفضل معبر ألمبي يقع على بعد 50 كم من العاصمة الأردنية عمان وهو معبر حيوي للصفار وتصدير المنتجات الفلسطينية خاصة الفلاحية ومنتجات الصناعة التقليدية المحلية ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه إلى فتح المعبر طيلة أيام الأسبوع ومن شأن استئناف الحركة بهذا المعبر الحدودي أن ينعكس إجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين وكانت أصوات عديدة سياسية ومدنية تدعو إلى فتح المعبر وقد نجحت الوساطة الأمريكية المغربية في هذا المسعى وعلى إثر الإعلان عن نجاح الوساطة المغربية الأمريكية في فتح المعبر الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن بشكل دائم أشادت وزيرة المواصلات والنقل الإسرائيلية ميراف ميخائيل بالدور الحاسم لجلالة الملك محمد السادس في فتح المعبر وبالتزامه تجاه السلام بالمنطقة نستمع للوزيرة جلالة الملك لعب دورا حاسما في هذا المسلسل الهام لإعادة فتح المعبر إرادته لأخذ زمام المبادرة شخصيا ساهمت في تعاون كل الأطراف المعنية لقد جعل الأمر ممكن أنا أعرف مدى التزامه الكبير تجاه المنطقة والسلام بها وأنا على يقين أن هذه الإرادة ستظل عاملا جد مساعد في المستقبل الوزيرة أكدت أيضا على أهمية التعاون من أجل الرقي بالسلام في المنطقة نستمع لوزيرة المواصلات والنقل الإسرائيلية أؤمن جيدا بالسلام وكذلك بالتعاون الذي يمكن أن نحقيقه في المنطقة بأكبلها صحيح أن ركزنا منذ زمن بعيد على التهديدات المشاركة لكن حان الوقت لنكتشف ونعترف بفرصنا المشاركة وأن نستغلها على النحو الأمثلة وأنا على يقين أنها ستجعل منطقتنا أفضل ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة على الهواء من مكتبنا بالرباط السيد المساوي العجلاوي دكتور باحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات دكتور المساوي العجلاوي أهلا بك لماذا هو بهذه الأهمية فتح جسر الملك حسين بصفة دائمة كيف سينعكس ذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة اليومي للفلسطينيين أهمية هذا المعبر الذي يسمى معبر الملك حسين أو اللنبي بالنسبة للإسرائيليين أو معبر الكرامة بالنسبة للفلسطينيين هو له أهمية كبيرة على مستوى الترابط أو الارتباط اليومي بين الفلسطينيين والأردنيين هو المعبر الوحيد الذي يربط الدفة الغربية بالأردن وكما جاء في الروبرتاج أن إمكانية للفتح المعبر يمكن أن ترفع الهم والألم عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية فلذلك أنا أعتقد أن هذا العمل هو الفتح الكامل 24 ساعة على 24 ساعة هو له أهميته بالنسبة كذلك لتطبيق اتفاق كان يعود إلى اتفاقات أصله لعام 1995 ما هو بالتأكيد ومن خلال صريحات جميع المسؤولين بما فيهم المسؤولين الإسرائيليين هو أن هذه العملية عملية فتح المعبر هي نتيجة مفاوضات امتدت على أشهر وأعتقد أن الأمور جارية بسرعة ربما زيارة الرئيس الأمريكي المنطقة وتدخل جلال الملك في هذا المجال قد سرعت بهذه المفاوضات إلى إعلان وزيرة النقل الإسرائيلية بهذا الخبر الذي سيكون بالتأكيد سعيدا للفلسطينيين طيب الوساطة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس التي أتحت هذا القرار ليست مبادرة معزولة هي تدخل في إطار جهود متواصلة وأهمية خاصة لها المملكة من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإيجاد أفوق جديد للمفاوضات على أساس حل الدولتين المغرب واضح في موقفه تجاه القضية الفلسطينية أذكر فقط بالرسالة الملكية إلى الرئيس محمود عباس في نوفمبر 2020 بعد الاتفاق الثلاثي والذي أكد فيه على أن القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية المغربية هناك عمل خارج الواجهات والارتباط والاتصالات من أجل الدفع القضية الفلسطينية المغرب دائما يؤكد من خلال صريحات عدة أن فتح القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية هي المفتاح الأساس للصراع في الشرق الأوسط من أجل حل الدولتين وأيضا من أجل أن يكون هناك نوع من الاستقرار في المنطقة ما العمل الذي قام به المغرب من خلال تدخل جارة الملك يؤكد كذلك على أن تأكيد لقوة السلطة الفلسطينية وأيضا الاقتصاد الفلسطيني وللجانب الاجتماعي المغرب دائما يؤكد بالعمل وليس بالشعارات بالعمل وليس بالشعارات أن القضية الفلسطينية هي ركن أساسي من العمل الدبلوماسي الفعلي والمغرب بحكم قوته وعلاقاته وارتباطاته الكثيرة يمكن أن يعطي الكثير للقضية الفلسطينية أذكر فقط كذلك أنه بعد الاتفاق التلاتي جاء أسماعي الهنية زعيم حماس إلى المغرب وهذه الزيارة كانت تحمل إشارات متعددة أن المغرب يمكن أن يلعب دور كبير إلى حدود أن بعد المواقع الصحفية وبعد التحليل أشارت إلى إمكانية أن يتحول المغرب إلى أرض السلام بإجراء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تفضل بالبقاء معنا الدكتور المصاوي العجلاوي سأعود إليك في هذه النشرة وقرار فتح معبر الملكة حسين بين الأردن والضفة الغربية المحتلة بشكل دائم بحلول شهر سبتمبر المقبل من شأنه التخفيف من معاناة الفلسطينيين وتسهيل معيشهم اليومي وتنقلاتهم ونقل بضائعهم كيف تلقى الفلسطينيون هذا النبأ؟ نتابع روبرتاج مراسلنا صبحي أبو زيد من فلسطين ضمن الجهود المستمرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية وبفضل وساطته المباشرة قررت السلطات الإسرائيلية فتح المعبر الحدودي الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن بدون انقطاع من هنا نؤكد بأن موقف المغرب باتجاه شعبنا الفلسطيني هو موقف مؤيد ومشجع وكثيرا من المشاريع الخيرية الإنسانية قدمتها المغرب بقيادة الملك ونحن هنا كفلسطين نشكر المملكة المغربية على جهدها المستمرة إلى دعم شعبنا الفلسطيني هذه الوساطة التي قامت بها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية مكنت من التوصل إلى اتفاق بفتح المعبر في الرابع والعشرين من هذا الشهر بشكل دائم والذي يشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم خطوة فتح جسر الليمبي هي خطوة بالاتجاه الصحيح وخطوة تخفف بشكل كبير على المواطنين الفلسطينيين لتكون هناك لديهم حرية التنقل والذهاب إلى أي بلد يرودونه بدون صعوبات خطوة جاءت للتخفيف من أعباء السفر على الفلسطينيين وانطلاقهم نحو العالم والتي تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة نستطيع أن نقول بأن الشكر دائما للدول العربية والإسلامية والشكر لدولة المغرب للملك محمد السادس على كل الجهود التي نريد منها أن تستمر لصالح شعبنا الفلسطين ما زال عطاء المملكة المغربية متواصلا اتجاه فلسطين وله بصمات واضحة في تاريخ القضية الفلسطينية والوقوف بجانبها في مواجهة التحديات للقناة الثانية محمد أب سلامة فلسطين وجهود الوساطة المغربية الأمريكية التي استجابت لها إسرائيل بإعلان موافقتها على فتح معبر الملك الحسين بشكل دائم تابعتها الصحافة العربية والدولية صلتت مختلف العنوين الضوء على الدور الذي يلعبه المغرب في جهود عملية السلام في الشرق الأوسط يونس رافيق الوساطة المغربية تفتح معبر إليم بـ 24 ساعة على سبعة أيام هكذا عنوانات The Time of Israel متحدثة عن لقاء جمع وزيرة النقلة الإسرائيلية ميراب ميخايل لرفقة فريق عملها مع وفدي المغرب والولايات المتحدة والذي أدى إلى توصل إلى فتح معبر إليم بي بين إسرائيل والأردن على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع حسب بيان أصدرت وزارة النقل الإسرائيلية في الجيروزاليم بوست نقرأ مخططات على الأرض لفتح الممر الحدودية الإسرائيلية الأردنية على مستوى جسر إليم بي يتحدث موقع الجريدة عن الإعلان عن فتح هذا المعبر في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والمملكة العربية السعودية كما أن الإعلان جاء بعد شهر من المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمغاربة يقول مكتب وزيرة النقلة الإسرائيلية ميخايل ليميراب وزيرة النقلة الإسرائيلية غردت عبر تويتر منوهة بالوساطة المغربية التي ساهمت في بدء التحضيرات لفتح معبر إليم بي على مدار 24 ساعة يوميا عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة معبرة عن الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن وجلالة الملك محمد السادس والمغرب على التزامهم بدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة وساطة الملك محمد السادس أثمرت فتح معبر إليم بي تعنون اليومية الإيطالية فارو دي روما وتتحدث عن الالتزام المستمر من قبل المغرب تجاه القضية الفلسطينية ورفاه الفلسطينيين الذي أثمر اليوم بفضل الوساطة المباشرة للمملكة المغربية والالتزام الدبلوماسي المغربي بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس فتح المعبر الحدودي إليم بي المهم للغاية إسرائيل تفتح جسر الملك حسين بعد وساطة مغربية يعنون موقع قناة الغد مضيفا بأن الوساطة التي قامت بها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن التوصل إلى اتفاق من أجل الفتح الدائم للمعبر الذي يشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم إسرائيل تتجه لفتح الحدود بين الضفة والأردن على مدار الساعة استجابة لوساطة مغربية حسب ما قال بيان للحكومة الإسرائيلية تكتب تايم تيرك نقلا عن وكالة الأناضول ويفصل المعبر بين الضفة والأردن يطلق عليه الفلسطينيون اسم الكرامة فيما يسميه الأردن باسم جسر الملك الحسين أما إسرائيل فتطلق عليه اسم إليمبي وسيتم فتح المعبر استجابة لوساطة مغربية تكتب الأناضول أعود إليك السيد المساوي العجلاوي الدكتور الباحث بمعهد إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات المملكة انطلاقا من مبادئها من تاريخها وباعتبارها مرجعا للتسامح والتعايش عبر العالم دائما ما تلعب دور فعال في جهود السلام بمنطقة الشرق الأوسط وسياق خاص يطبع هذه الجهود في الآوينة الأخيرة طبيعة الحال بأن هذا العمل الذي يقوم به المغرب له أهمية على مستوى استقرار الأمن والسن في المنطقة ربما نتساءل لماذا الأهمية أعطيت لفتح المعبر بهذا الشكل 24 ساعة 24 ساعة ولتمكين الفلسطينيين من المرور كأشخاص وأيضا تمرير البضائع نحو الدفع الأخرى والعكس صحيح وأن هذا المعبر كان كما قلت منذ قليل كان من أهم المخرجات اتفاق أصلف لعام 1995 وكان أيضا ورقة صراع بين اليمين واليسار في إسرائيل وأن حكومات اليمين المتطرف لعبت دور كبير في إبقاء هذا المعبر مغلقا إلى حدود إعلاني اليوم فهناك انتخابات مقبلة في نوفمبر المقبل ربما قد يكون هذا المعبر أيضا في خدم في خدم المعركة الانتخابية المقبلة وأعتقد على أن كل دعاة السلم والأمن والسلام في إسرائيل سيصوتون لصالح القوى التي ستلعب دور كبير في إقرار ما يدعو إليه المغرب وما يدعو إليه الأمم المتحدة وما قاله الفلسطينيون بأنفسهم اليوم محمود عباس طرح وصرح بأنه يمد يده إلى الإسرائيليين من أجل بناء سلام الشجعان وهذا يحيلنا إلى التصريح المرحوم ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974 أن نحن على مشارف مرحلة جديدة وأن فتح المعبر هو إعادة بناء التقى بين الجانبين ونحو أفق دبلوماسي جديد هل ستعطي هذه الدينامية حكومة إسرائيلية تعمل من أجل حل الدولتين ومن أجل أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية هذا ما سنرى في الأيام القادمة سيد المساوي العجلاوي الأستاذ الباحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات كنت معنا مباشرة من مكتبنا بالرباط شكرا جزيلا لك دكتور منطقة الشرق الأوسط موضوع جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن محطتها الأخيرة منطقة الخليج العربي في العربية السعودية التي وصل إليها أمس يعرض بايدن اليوم رؤيته بخصوص الشرق الأوسط خلال قمة تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن والعراق ومصر تركز القمة أيضا على التقلبات التي تشهدها سوق النفط إذ يسعى الرئيس الأمريكي إلى إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب في أوكرانيا على خلفية هذه الحرب التي تسببت أيضا في أزمة غذائية عالمية يرتقب أن يعلن بايدن عن مساعدات بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط والشمال إفريقيا وقبل قمة اليوم كانت زيارة بايدن إلى العربية السعودية توجت أمس ببيان أعلن عزم البلدين على تعزيز تعاونهما في أفق عقد حوار استراتيجي حرارة وحرائق في أوروبا موجة الحر الخانقة توصلت لليوم الخامس تواليا في جنوب غرب القرى وسط اندلاع لحرائق في الغابات أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا والبرتغال وفرنسا فرنسا حيث أجبرت ألسنة اللهب عشرة آلاف شخص على إخلاء منازلهم وفي البرتغال أعلنت السلطات مقتل الشخص وإصابة ستين آخرين وإجلاء نحو تسعمائة شخص من منازلهم بسبب الحرائق وقد قضت هذه الحرائق على ثلاثين ألف هكتار من الأراضي هذا العام وهذه المساحة المتضررة هي الأكبر منذ حرائق عام الفين والسبعة التي أصفرت عن مقتل مئة شخص شمال المتوسط وجنوبه أيضا تستعر النيران في المملكة حرائق غابويا دلعت بعدة مناطق في الآوينة الأخيرة بينها حريق بإقليم تازة في مستجداته ارتفعت المساحة التي أتت عليها النيران إلى غاية صباح اليوم ارتفعت إلى ما يقارب أربعمائة وخمسين هكتارا دون تسجيل خسائر بشرية صعوبة التضاريس والظرفية المناخية كان لهم أثر في عرقلات عملية الفرق الميدانية رغم ذلك عملية إخماد النيران بلغت مراحل متقدمة من غابة باب أزهار نتابع روبرتاج أسامة أفقير وأنوار الغماري القوات الملكية الجوية تساهم في إخماد حريق غابة باب أزهار باستخدام طائرتين من تراز كنديغ منذ اندلاع الحريق يوم الخميس الأسبق الطائرتين قامت بـ 56 عملية إسقاط هذا وجرى ملء الطائرتين من سد إدريس الأول باعتباره النقطة الأقرب إلى مكان الحريق تم تعزيز تدخل الأرض بالتدخل الجوي عن طريق طائرتين من نوع كناظر التي اشتغلت منذ الساعات الأولى من هذا الصباح وهي ما زال الآن تشغل المساحة التي طالتها النيران ارتفعت إلى ما يقارب 450 هكتارا وبعين المكان يقام مركز للقيادة والتنصيق مهمته التتبع الميداني لعملية تطويق إخماد الحريق عدم السيطرة عن الحريق إلى حد الآن فهو يعزى إلى الأسباب لعقد التدخلات من بينها الحرارة التي عرفتها منطقة اليوم والتي وصلت في المعظم ديالها 41 درجة حرارة زائد هبوب الرياح القوية والتي تغير التجاه ديالها بشكل لحدي وآني زائد السرعة ديالها التي كانت مفرطة الفرق المشكلة من المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وعناصر الوكالة الوطنية للمياه والغبات إضافة إلى السلطات المحلية تواصل عملها على مدار الساعة ومدعومة بوسائل تقنية وذلك من أجل عزل وتطويق هذا الحريق الغابوي وفي وزانة فادت مصادر محلية أن الجهود متواصلة لاحتواء الحريق المسجل على مستوى جماعتين زومي ومقصيرات والذي أتى إلى حدود مساء أمس الجمعة على مساحة غابوية تقدر بـ 270 هكتارا أشرت ذات المصادر إلى تسجيل اندلاع حريق آخر زوال أمس بغابة جبل مولاي عبدالقادر بجماعة زومي وأضافت المصادر أن هذه النيران طالت حوالي 5 هكتارات من المساحة الغابوية وفي تطوان فادت مصادر محلية بأن حرائقا دلعت بغابة بني الدر وقد أتت على مساحة من الغطاء الغابوي تبلغ 10 هكتارات في تحقيق السبت نفتح هذا الأسبوع ملف فئة هشة تعيش مأساة بالشارع العام وهو ليس مكانهم المختلون عقليا من الذكور والإنات يجبون الشوارع وفيها يتعرضون لمختلف مظاهر العنف فماذا عن بنيات استقبال المخصصة لهم؟ تحقيق حسن لحمدي ومحمد نجيب أكبر تجمع للمختلين عقليا محطة لاتزيان مردى نفسانيون تم ترحيلهم قصرا من مناطق مختلفة عبر حافلات مصطفى الفشتالي مستخدم بشباك التذاكر مستاؤل من هذا الزحف الذي يؤثر على نشاط أكبر محطة بالمغرب يجبون ملفس، يجبون الناظر، يجبون ملتيطوان، يجبون كيلو حوم هنا في الربعة دي السباح، في الخمسة دي السباح فالفشك يحطوا منارة يخلقوا عدة مشاكل تلوث بيئي، عنف جسدي يمارس عليهم كما يعتدون بدورهم على المر ونحن ننجز هذا التحقيق كاميرا الهاتف النقال ترصد شجارا بين مختلين وسط تدفقات المسافرين كاردي 480 مليون لخمسمية يعني سلك جاجة ما غدت تفضل من نواله مثلا كم في قومة في الصباح كنجو المحطة كلقوا جاجة للشباب يمارس يقدر يضرب مواطن، يجرحه إذن منحنا غيرت ضد المسؤولي هذه من المسؤول عن تهجير أشخاص يعانون من طرابات نفسية من المفترض أن يخضعوا للعلاج في مراكز خاصة سؤال يطرحه بعض الحقوقيين بعد إغلاق بويا عمر وتدشين مستشفى الأمراض العقلية بقلع السرغنة في سنة 2018 لمسائل السيد الوزير كحقوقيين ما جدوا من بناء مستشفى صرفت عليه مبالغ مالية ضخمة وبتكروفة مالية كبيرة ولا يقدم أي خدمة استشفائية داخل المدينة إذا ما علمنا أن مدينة قلعة السرغنة هي محجل مجموعة من المختلين العقليين الذين يجوبون المدينة بدون حاسب أو رقيب اعتداءات المرضى النفسانيين في وضعية الشارع تتصدر عنوين الصحف الوطنية قلعة سرغنة الدار البيضاء طنجة مدينة أسافيه الأخرى تحولت إلى وجهة المختلين عقليا هنا بالمركب الاجتماعي لتطملي الإقليم المدينة يقيم 350 مريضا نفسيا إلى جانب 300 آخرين من فئات الاجتماعية أخرى يتعايشون فيما بينهم لكنه تعايش هش محمد بن جلون المسؤول عن هذه البنية مستأل من هذا الوضع جاءوا من بوية عمار جاءوا من ترانسيس كي جريوا عليهم وكي جروا من دورية وكي جيوا حتهم كيستعملوا العنف هم المشكلة دينام هما الأدوية دينام تلقاها والعام كله وكانتحوا غلين الفئة اللي عندنا وعسفا كانت أسفا شنقولها ما دي هذا يباري انتيجري المجتمع من بين الداعمين للمركز مجلس مدينة الدار البيضاء مريم ألهام مسؤول عن القطاع الاجتماعي بالمجلس تتوقف عند إشكالية جوهرية تحول دون تحقيق العناية الكاملة النقص في الموارد البشرية النقص في الكفاءات المختصة في هذه الاختصاص بالذات لذلك نحن جمع الدربيضاء نقوم مجاهدين للوقوف على بعض المشاكل يتنسيق مع منذ بيات الصحة يتنسيق مع الشركة العاخرين وكنتمنى أن ننشحوا لأنه مشاكل كبيرة في هذا المراكز بجانب المركز يوجد مستشفى الأمراض العقلية الرازي بطاقة السعابية تصل إلى 75 سريرا إشكالية المرضى النفسانين في وضعية الشارع تشغل بال السلطات المحلية كذلك اشتغلت عملات إقليم مديونة مع فعالية المجتمع المدني ومع مؤسسات الدولة على تحسين وتجويد دروف عيش نزل مؤسسة الدار الخير جمعات سليح الجاج وضح السار والحمد لله أتمرت هذه المجهودات على تأمين دروف العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع لكن واقع النزلاء يحيل على مأساة إنسانية فالحياة بالنسبة لهم هي مجرد فترة للانتظار وكل واحد يحكي قصته بعيدا عن العالم الخارجي حسن لحمدي معدو تحقيق الأسبوع يحضر معنا في السوديو حسن أهلا بك كما قلت في نهاية هذا الرابورتاج الواقع يحيل على مأساة إنسانية سواء في الشارع أو داخل المركبات الاجتماعية سؤال وهل هناك فعلا إرادة لتغيير هذا الواقع زهر مما لا شك فيه أن علاج المرض النفسانيين مكلف جدا ويتطلب رعاية كبيرة من جهتنا رأسنا وزارة الصح للحديث عن هذا الموضوع والحديث كذلك عن استراتيجيتها فيما يخص العناية بالمرض والبنيات الاستشفائية الموضوع رهن إشارتهم لكن لم نتلقى أي رد في الموضوع حسب بعض المصادر فإن المستشفى الأمراض العقلية بقلع أسرانا يعد واحدا من أكبر المستشفيات بالمغرب بطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريرا وبكل فمالية وصلت إلى 60 مليون درهم سيكون جاهزا في شهر شتنبر المقبل لاستقبال المرض فإشكالية المختلين عقليا بالشهر العام ليست مسؤولية وزارة الصحة بالإضافة إلى المجلس المنتخبة والهيئات الحقوقية والمدنية والأسر التي غالبا ما تتخلى عن المريض إذ يصبح عرضة للشارع مثلا في مدينة الدربيضاء هناك اتفاقية شراكة بين عدد من المتدخلين لدعم المركب الاجتماعي لتطملي والعصبة المغربية للأمراض العقلية دعم يصل إلى 20 مليون درهم يساهم فيها مجلس المدينة بعشرة ملايين درهم زهر وذلك من أجل صون كرامة هذه الفئة الهشة من المجتمع حسن لحمدي شكرا جزيلا لك إلى الأسبوع المقبل في تحقيق آخر جديد نشرة الظاهرة متواصلة فيها أيضا الوجهات السياحية متنوعة بتنوع جغرافيا ومناخ المملكة نحط اليوم الرحال بمدينة العيون بعد توقف بسبب الجائحة مهرجان تيمتار يعود ويعود الفنانون الأمازيغ للترحاب بموسيقى العالم على أرض أغادير وقبل ذلك في أغادير أيضا أعطيت الانطلاقة الرسمية اليوم لأول تيلفيريك في المغرب والذي سيربط بين قصبة أغادير أفلا ووسط المدينة المشروع الذي كلف مائة وخمسة عشر مليون درهم من المرتقب أن ينقل حوالي ألف شخص في اليوم وسيوفر عددا من مناصب الشغل بطريقة مباشرة تيلفيريكا أغادير يراهن على تقديم عرض ترفيه سياحي تزامنا مع تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة للمدينة للنهوض التنشيطي السياحي لمدينة أغادير ومن أغادير ينضم إلينا مباشرة على الهواء مرسلنا محمد أبو بكر محمد أهلا بك ما هي خصائص مشروع تيلفيريك الذي يعد الأول من نوعي في المغرب نعم زهراء إذن نتوجده هنا بمحطة تيلفيريك بأغادير هذا المشروع السياحي الذي أعطيت انطلاقته الرسمية اليوم سيمكن قطني المدينة وزوارها من يعني إطلال من الإطلال البائية للشاطئ والتي سيوفر هذا المشروع على مسافة 1700 متر إذن الزهرة كما تشاهدون هنا في هذه الصورة التي ينقلها لكم الزميد رفيقا مجموعة من العربات المعلقة تنطلق من هذه المحطة سوف قصبة أغادير 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 هنا كذلك قعت المراقبة حتى تكتمل الصورة يعني الزهرة سنحاول القيام بجولة عبر هذه العربات نحو قصبة أغادير 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 وكذلك يعني الزهرة اليوم تم يعني عقد ندوة الصحفية تم من خلالها التطرق لخصائص هذا المشروع ومجموعة من المعطيات التي تخصه للخوض في تفاصيل هذا الأمر يعني سمعي هنا عزيز حويس صاحب المشروع إذن سعزيز نسؤول على الخصائص المشروع وكذلك يعني الأتمينة التي تم تحديدها من أجل هذه الخدمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الخصائص المشروع متعددة المشروع يتميز أولا بأنه يربط مدينة أغادير بالقصبة أغادير وفلا قصبة أغادير وفلا للعمور بعض مئات سنين قصبة أغادير وفلا عندها واحد الأهمية تاريخية عندها واحد الأهمية وجدانية بالنسبة للساكينة ديال قدير عندها واحد الأهمية حضارية تقافية بالخصوص أنها في الحلة الجديدة ديالها في إطار البرنامج الملكي تم الانطلاق دياله في الزيارة للصاحب الجلال ديال 2020 سعزيز ماذا عن الأتمينة ديال الخدمة يعني إيش حال تقريبا بس غدي تغفر الخدمة الانطلاق حددناها في 80 درهم دهابا وإيابا يعني هذا الثمن ما كانش عشوائي وما كانش كان مدروس جدا يعني اعتبارا لوحد المجموعة من المعطيات وإن شاء الله الرحمن رحيمين من تقريبا من نهر 15 شوتانبير غدي يكونوا شي تخفيضات تحفيزية على الساكينة ديال أقادير وعلى الناس اللي أسميتو في بعض الأيام شكرا جزيلا عزيز حوي صاحب مشروع التليفيريك بمدينة قدير إذن ظهر هذه الرحلة عبر التليفيريك للوصول إلى قصبة قدير فلا ستدم 6 دقائق فقط وهذا المشروع يعني أحدث استجابة للتعليمات الملكية السامية والتي يعني دعت لإلاء مدينة قدير وجهات سوس عموما للمكانة التي تستحقها خاصة وأنها تعد بمثابة حلقة الوصول بين شمال المملكة وجنوبها زهرة ولطول مدة الرحلة بالنظر إلى وقت النشر لنتمكن محمد البقاء معكم للرسول في المحطة محطة الوصول شكرا لك محمد كنت مباشرة معنا من تليفيريك مدينة أغادير ومؤهلة المغرب السياحية متنوعة بتنوع جغرافيته ومناخ في الجنوب مدينة العيون قبلة سياحية بمؤهلات خاصة على رأسها الرمال من اليحيوي السواعات الأولى من الصباح يستعد محمد سيدي لتزلج على الرمال متحديا غضب زحفها هذا الشاب انتقل من هاو إلى محترف بتأسيس ناد هو الأول من نوعه بالعيون لتعلم التزلج على الكثبان الرملية ست سنوات لخمس سنوات دائما دائما نجي نلعب ساند بوردينك من المكت كل موجة في البحر نجي نصور هنا لأن ساند بورد والسوغف عندهم تناسق بينهم لأنه في ياسر من المسائل خصوصا هنا في العيون لأنه قليل من نوبات في نكيكو الموج بعد مرة ما كيكو الموج كنجو هنا تياكو الجوزوين أبجديات تعلم التزلج على الرمال أساسها الشجاعة التركيز وخفة الحركة إلى جانب أنها رياضة للقوة العضلية فهي أيضا وسيلة لتقريب الشباب من حياة أجدادهم الرحل التي لم يألفوها بما أننا ساكنين في منطقة الصحراوية في هالغراد وعايشين هون وجدادنا كل شي كنجو نمارسو الساند بوردين وهذه واحد لإكسفاغيانس اللي زوينا بالنسبة لي تعلمت ياسر من المسائل تجربة الساند بورد خلتنا لمسوا ياسر من المسائل بحكم أننا عايشين في المدينة وأننا عايشين في البديل التزلج على الرمال رياضة تستقطب السياح على مدار السنة فهي لا ترتبط بموسم عن آخر رياضة وجدها محمد سيدي بديلا عن ركوب الأمواج لممارسة المغامرة وأيضا لتعريف بالمؤهلات السياحية للمنطقة الأنباء السارة من الرياضة المغربية تتوالى في كرة اليد هذه المرة المنتخب المغربي تمكن من العبور كأس أمم إفريقيا المقام بمصر بعد تغلبه على المنتخب الغني في دور الربع أكثر من نصف فالكان يعبر هذا الفوز بالمنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه وثانية تواليا نهائية تقام ببولندا والسويد المطلع العام المقبل للحديث عن هذا الانجاز الرياضي ينضم إلينا مباشرة من القاهرة حيث تلعب نهائية كأس إفريقيا السيد العدل الحنفي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد سيدي أهلا بك نهنئكم أولا على هذا الانجاز الذي أسعد الجمهور المغربي بداية تلعبون عشية اليوم مبارة نصف النهاية ضد منتخب الرأس الأخضر هل يمكن أن نطمع في بلوغ المنتخب الوطني المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه تسمعني سيد حنفي يبدو أن الاتصال انقطع بسيد العدل الحنفي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد نختم هذه النشرة بشأن الثقافي من جديد الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم أرضو هذا الترحيب أغادير التي وبعد عامين من الانقطاع بسبب الجائحة تعاود مسرحا مفتوحا تحت مسمى مهرجان تيميتار علامات وثقافة افتتاح المهرجان كان ليلة الماضية ينقلنا إلى أجوائه روبرتاج محمد بوبكر رشيد لطفي قيود الجائحة هذه السنة لم تمنع من تنظيم الدورة السابع عشر لمهرجان تيميتار المهرجان يعود ببرنامج ثري استقبل أكثر من خمسين فنانا بمعدل ستة عشر حفلة موسيقية على منصة ضي الأمل والوحدة في مدينة أغادير موسيقى تدور مهرجان تيميتار التي يعتبر من المهرجان الفنية التي تقم على مستوى كثير يعني من بعد الجائحة الآن كانوا واحدة حركيات قفية يعني بدأت شوفوا صور جاي من جميع الجهات المغرب وقد لاحظوا في المناسبة العيد القضحة أن نجيين من الخارج وهذا كيف رحنا باش نطول مع الجهة المغربية يشاركوا في إحياء أمسية هذه الضورة العديد من الفنانين الجمهور السوسي كان على موعد مع غروض فنية امتدت لتشمل ألواناً موسيقية متنوعة جاءت مفاجأة كبيرة في الكارير ديالي في المسيرة الفنية ديالي والحمد لله شرف كبير شرف كبير نغني في هذا الساحر في هذا المهرجان معروف معروف في المغرب وعالمياً عند الأمازيغ كل شيء في العالم تتسنى وهذا المهرجان هذا وتتفرجوا فيه والحمد لله كأمازيغير شرف لي كبير جبت معي أولاد البلاد أولاد الدوار ديالي مهرجان في دورته السابع عشرة ظل وفياً لقيمه ومبادئه المتمثلة في الترويج للموسيقى المحلية والرقي بالثقافة الأمازيغية إلى مستوى العالمية من خلال البرنامج الموازي لهذه الدورة والمخصص لتشجيع العديد من المبادرة الثقافية والفنية نحن نشراً لكم تذكيراً بأبرز ما جاء فيها هو المنفذ الوحيد لفلسطينية الضفة الغربية المحتلة إلى العالم المعبر الحدودية الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية المحتلة سيصبح مفتوحاً بشكل دائم وبدون انقطاع بفضل وساطة مباشرة للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد نسادس وساطة تعكس الاهتمام الذي يليه جلالة الملك رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية ولأوضاع الفلسطينيين استجابة إسرائيل للوسطة المغربية الأمريكية من شأنها أن تنعكس إجاباً على الحياة اليومية للفلسطينيين من حيث تنقل الأشخاص والسلع وعلى إثر الإعلان عن نجاح الوسطة المغربية الأمريكية أشادت وزيرة المواصلات والنقل الإسرائيلية ميراف ميخايل بالدور الحاسم لجلالة الملك في فتح المعبر وبالتزامه تجاه السلام بالمنطقة لإعادة مشاهدة هذه النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزام بائم أو تطبيق ماي دوزام على الشاشة الأنباء متواصلة باللغة الأمازيغية بعد هذه النشرة أنفس واغ ويكاند مع واجع دادة في الثامنة والربع والمسائية تقدمها رحمة الحناوي في التاسعة والربع شكراً على المتابعة إلى النقاط ترجمة نانسي قنقر